موسيقى موسيقى الموسيقى قوم ب lioness عند الكعب بالضبط جدا فده لازم ولا لازم أعلى على الشراب بسمعاته ناس توليه لا مش لازم تيلعه وناس توليه لا صلي بيه عادي فانا الحتة دي بطلبات فيها صراح أهلا 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 بحضرتكم مرة تانية ولقاءنا الأسبوع الرائع والجميل والمحبب إلى النفس والعقل والروح كلهم مع بعض مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزر أولا منورنا مولانا نور الله لنا ولكم وللمحبين والمخلصين اللهم أمين اتفقنا أنا ومولانا بالتعبير العامي في بق واحد سؤال المذاهب ده أهم وأحلى سؤال وعزيم نبدأ به هذا الرجل المواطن المحترم الفاضل قال سؤال جميل قال إحنا نعرف المذاهب الأربعة هل ما أقول أنه بعد الأئمة الأربعة ما فيش أي مذاهب تانية وليه ما فيش مذاهب تانية سؤال حلو وزكي وفلسفي وعميق يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن ولا واتبعه دا وبعا أولا أستحضر مقولة الإمام الراحل سيدنا الشيخ محمود شلتوت رحمه الله عز وجل قال ما كانت شريعة الله تعالى بتابعة لمذهب ولا محصورة في مذهب ولا مقصورة على مذهب فللمسلم العام أن يقلد أيًا كان من هذه المذاهب الله كلام دا نشر في مجلة الرسالة زمان نحن المسلمين نتعبد في الأصل بدين وليس بمذهب في الدين لكن هذه المذاهب مع احترامنا لأئمتها وتقديرنا هي رؤى اكتهادية وبدأ زي بدي أقول للمشاهد الكريم لا هي المذاهب الإسلامية لم تحصر في الأربعة المدبوعين رضي الله عنهم أجمعين ولكن عندنا المذهب السني هو خمسة مش أربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وابن حزم الظاهري نأتي إلى المذهب الشيعي لشأننا لنا لا بالعقائد ولا بالسياسة ولا بالكلام ده خناف الفقه فعندنا الشيعة الجعفرية اللهم أيضا الإمامية الإثنى عشرية خناف الفقه وعندنا الشيعة الزيدية اللي هو في اليمن وعندنا الشيعة الإسماعيلية دول ثلاثة رئيسية الآن يتبعون المذهب الشيعي في مذهب مستقل في سلطنة عمان وبعض خرى بسيطة في الجزائر وتونس اسمه المذهب الإباضي ومولانا كان يدرس هذا أنا درست في سلطنة عمان المذهب الإباضي المذهب الرسمي لسلطنة عمان لكن الحقيقة أو حي سلطنة عمان عندها التنوع الفكري صحيح وليس التعصب المذهبي هذه المذاهب يا سيدة هي رؤى اكتهادي فيها الصواب والخطأ لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله لم يتعمد أحد من نائمة العلم أن يخطئ في دين الله عز وجل لكن الإسلام ضد التقليد وضد التجميد الإسلام بإعمال العقل في النص قال الله تعالى في سورة النساء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم يعني العلماء في هذا الموضع لعالمه الذين يستنبطونه منه وكانت اكتهادات الصحابة مقبولة وللمسلم أن يأخذ بأي اكتهاد فعلى كل حال في مذاهب أخرى يعني الأوزاعي في الشام في مذهب أبو ثور في مذهب الفقيه المصر الرائع الليث بن سعد الله يفتع عليك رضي الله عنه وأرضاه ففي مذاهب واتبري لكن في مذاهب اندسرت اللي أذكرتها الأوزاعي وأبو ثور وليس ابن سعد لكن المذاهب الأخرى هي تكاد تكون الغالبة وليس شرطا أن يتمذهب الإنسان بمذهب معين حلو الكلام ده جدا طيب أبدأ أستكمل فيه الأسئلة حد سأل سؤال بيقول سمعنا أن هناك نبيا دفن بعض الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أمار أسمع الكلام لا لا كلام ما حصل ده مش سليم لا أصل الرسول عليه الصلاة والسلام بنص القرآن الكريم وخاتم النبيين خاتم طبعا وقال صلى الله عليه وسلم لا نبيا بعدي فجنابك هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر وخاتم الأنبياء والرسل عليه وسلم يمكن الأصد مثلا أنه ممكن يكون الوحي نزل على حد من الأنبياء أو حد يعني من البشر نبيا قبل الرسول إلا أنه استمر فيه الحياة لما بعد الرسول لا لا هذا كلام لا يثبت ولا يفتح فيه البان إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر وهو بيثني على سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام بأنه لا نبي بينهما يعني ولأن سيدنا المسيح كما حقى القرآن الكريم طبعا دي العقيدة الإسلامية في صورة الصف في الآية السادسة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يبقى النص يضع واضح جدا أنه ما فيش رسول لأن سيدنا المسيح رسول بس ممكن يبقى فيه أنبياء في النص لا 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 طب اللي في النص نقدر نقولي الصالحين يأه ممكن الصالحين أولياء رسل يعني مثلا في سورة ياسين كان فيه رسل بس على الديانة المسيحية قطبه لك أصحاب القرية مثلا صح إنما حضرتك أن يأتي بشريعة مستقلة لا الشرائع السماوية الثلاثة الكبرى معروفة اليهودية والمسيحية والإسلام بس ممكن النبي يأتي مش بشريعة جديدة حتى فيه أيام البداية أو من بعد الوحية على سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى أنزل الوحية على أنبياء كثير على بني إسرائيل بس مجوش بشريعة جديدة كانوا لتصحيح المسارات ما تخلي بالك من حاجة النبي قد يوحى إليه أي نبي لكن ليس مكلفا بأن يبلغ ما أوحي إليه لكن الرسول أي رسول مكلف بأن يبلغ ما أوحي إليه طبعا النبي محمد والسلام جمع بين الاثنين يعني بين النبوة والرسالة إذن قبله سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام إنما ما بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد لا لا يوجد لا أنبياء ولا يوجد رسل ماشي هنروح لفاصل نرجع بعض الفاصل نكمل كلامنا وأسئلة الجمهور والمشاهدين مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بعد إذنكم استنونا أهلا 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 بحضراتكم وأنا أهلا 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 الماء لبقى لا داعي للتيمم لأن التيمم لا يكون إلا عنده فقد الماء أو فقد القدرة على استعمال الماء هي الحكمة أصلها أنه إذا وجد الأصل بطلة البدائي الله يفتع عليك ما شاء الله عليك أما بالنسبة إذا كان الماء وشريد البرودة ده يتصور الآن في البوادي في الصحراء في كذا على كل حالة وده حصل في عصر النبوة صلى الله عليه وسلم محمد أن أحد الناس لحياء في العلم احتلم في ليلة شاتية باردة وبعدين يعني جاء الأذان الفجر بالضبط أريد أن يصلي فأتيمم وبعدين حكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنه فلان كان إماما لنا وكان متيمما فالرسول استدعاه صلى الله عليه وسلم يريد أن يختبر يعني ما كان تمكنه الفقهي أو العلمي قال ما حملك على التيمم وتأم أصحابك فقال كذا هو على طول استشهد بالقرآن الكريم قال قال الله سبحانه وتعالى وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وَأَقَرُّهُ ده نوع من أنواع السنة اللي هو الإقرار فهنا بنقول لو أن إنسانا في ليلة شاتية باردة كان لا يوجد عنده سخن ماء أو لا يوجد عنده موقع يسخن عليه الماء هيتصور هذا في يمكن معسكرات الجيش ومعسكرات الشرطة بيمكن بيأسر فأحد المجندين ربنا يبارك فيهم وفي جهادهم احتاج إلى أن يختسل ولم يجد ماء ساخن بطبيعة الحالة وأن يتيم ماشي ضيب الانتظام في الصلاة يعني أخونا اللي سأل هو واضح جدا أنه هو طالب فقال أنا رجل منتظم في الصلاة لكن ساعات بيبقى بسبب الامتحانات ساعات بتقطع ساعات بنسى إلى آخره بس أنا كده كده بروح راجع تاني للصلاة تاني بشكل منتظم أنا كده علي حرمانية هو حتى سأل سؤاله يا طرح ربنا يا سامحني أنا لو سامح لي مولانا يعني حتى ما نعرفش ربنا بيسامح مين أحسن أحسن أمر غيبي طبعا بالنسبة أولا الصلاة شوف عبادة دائمة متجددة قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتَيْكَ الْيَقِينَ قال الفقهاء والعلماء أعبد ربك هنا مقصود بها الصلاة واليقين مقصود بها الموت فالصلاة لا تنقطع بحال من الأحوال لكن ماذا نقول بقى نقول أني لو أن إنسان عنده عزر كالطالب هل تسخط الصلاة؟ لا هل يقطع الصلاة؟ لا إنما يعمل يجمع يعني مثلا يصلي الظهر أربع ركعات وبعده العصر أربع ركعات بالليل يصلي المغرب سلاس ركعات والعشاء أربع ركعات يجوز له أن يجمع بين الصلاوات زوات الوقت المشترك لكن أن ينقطع بالكلية لا خطورة طيب ينفع يجمع آخر اليوم لو تعذر لو تعذر يجمع آخر اليوم لا بأس إنما قطع الصلاة أو لقدر الله تركها يعني نقرأ مثلا في الصورة المدثر ما سلككم في صخر قالوا لم نكن من المسلي برضو الرسالة صلى الله عليه وسلم أنا مجيد دميزان متى تحكم على المجتمع بأنه مسلم أو غير مسلم هو بحاجة واحدة بالصلاة ليست بالظواهر وليست بالخلافات الموجودة ما بين المزاهب لا يعني لا باللحية ولا بالثوب ولا بكذا هي كلمة واحدة الصلاة ولذلك الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم يعني عن سيئة أمراء ظلمة في وقت من الأوقات فبيقولونه يا رسول الله ألا نخرج عليهم يعني نحمل عليهم والسلاح قال لا ما أقام فيكم الصلاة ولذلك بفضل من الله ونعمة إحنا في مصر مصر بلد إسلام طبعا مع حقوق إخواتنا أهل الكتاب طبعا طبعا ليه بلد إسلام لأنك النهاردة في الإعلام الإذاعة التلفزيون يزاعي الآزان في الصلوات الخمس بحق بيمنعك من الصلاة المساجد مفتوحة لاستقبال المصلين أئمة المساجد يخطبون الجمع والمناسبات والأعياد طالما شعيرة الصلاة موجودة إذن المجتمع مسلم لا يأتي بقى متطرف مدفوع أو متحامل أو جاهل إذا كان سلفي جهادي ولا كان داعشي ولا كان شيع متطرف وبعدين يحكم على المجتمع لا لا يحكم عليه بالكف ويجو بقى أول تأول غلط ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون أولئك هم الفصخون هذه الآيات الثلاثة في صورة المائدة ليست على أهل القبلة بإجماع المفسرين والمحدسيين ودي الشبهة اللي استند إليها التكفريون سواء التكفر والهجرة جماعة الإخوان الدواعش استدلال خاطئ ونقول بفضل الله مصر بلد متدين لا ينزع عنه الإسلام لا من قريب ولا من بعيد ولله المنة والفضل ومن ثم فإن أهلها ونظامها لهم العصمة يعني حقن وحفظ الدماء والأموال والأعراض الله 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 صدقتها مولانا وقفتك كما جرت العادة بارك الله أشكرك نورتنا وشرفتنا كما جرت العادة مولانا كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ولا يذهب كل التكفرين للحقيق الجحيم وأولهم الإخوان ربنا ياخدهم جميعا يلا سبها على الله والله يطلع دعاء مستجافة ليلة مفترجة ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي ورقم عشرة وطبعا كريم أكيد النهاردة مبسوط جدا بالمش ماشي عام كريم بس إن شاء الله إن شاء الله ربنا هياخد بأدينا أما بعد كده فإن شاء الله الكلام لم ينقطع لو كلنا العمر فبإذن الله نأملكم بكرة فنفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات